هلا شباب هلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح؟ خليكم معنا أهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي هلا الشباب معكم في الستوديو إيرام رائد جابر برنامج هلا شباب باستضيف شباب وصبايا من مجتمعنا نجحوا ووصلوا لأحلامهم كيف وصلوا لحلمهم ونجحوا؟ كل هاي الأمور بنحكي عنها ببرنامجنا الشبابي هلا الشباب العلاجات التجميلية هي الجراحات التي تجرى لأغراض وظيفية أو جمالية وهي بالمفهوم البسيط استعادة التناصق والتوازن لجزء من أجزاء الجسم عن طريق استعادة مقاييس الجمال المناسبة له ولكننا نرى اليوم أن العلاجات التجميلية تلقى رواجا ملحوظا وخصوصا أن الذي بحاجة لهذه العلاجات والذي ليس بحاجة يكون بها للحديث عن العلاجات التجميلية نرحب بالدكتور محمد صنع الله من دير الأسد أهلا ومرحبا بك أهلا فيك وهلا بجميع المستمعين بداية حابين تعرفنا على حالك دكتور محمد صنع الله من قرية دير الأسد أربع سنين بعد نجاحي في امتحان الطب في الدولة ثلاث سنين تقريبا بمجال التجميل بعمل في مستشفى نهرية وعندي عيادات سنتين للتجميل واحدة عندنا في الدير الأسد وكمان عيادة موجودة في كرمي إيل إن شاء الله الفروع الجاي راح تكون على الطريق إن شاء الله شو سبب دخولك عالم التجميل طلعي سبب دخولي عالم التجميل زي ما كثير دكاترة زي ما أنتم ملاحظين وزي ما الكل ملاحظ قصة الآخر فترة فيه كثير إقبال على المجال من دكاترة ومن متعالجين إن كان صبايا وإن كان شباب فالمجال خلى الإشي يكون منفتح أكثر لجميع الفئات من المجتمع إن هن يروحوا ويتعالجوا وما يكونش عندهم مشكلة إن يتعالجوا عن طبيب اللي هو تجميل ومن هذا المنطلق يعني أنا روحت بينما من ناحية ثانية أنا كمان بحب الموضوع نفسه بحب الشغل نفسه وبحس إنه في عندي الإيد اللي ممكن تعطي النتائج المرضية لإلي وللمتعالج اللي بيجن عندي منلاحظ كثير فروقات بين التجميل قبل واليوم شو هي هاي الفروقات؟ طلع فيه فروقات من ناحية إقبال زي ما ذكرت قبل شوي من كل الفئات الإقبال صار أكثر صار فيه تزايد فضيع لدكاترة التجميل فروقات ثانية من ناحية مواد اللي منستعملها كمان فيه كان مواد مثلا مستعمل مثلا السيليكون كان مستعمل زمان قبل كم سنة إسا بهاي بخلال السنوات الأخيرة تقريبا ما فيه ولا أي شخص بذكر إنه كان عامل سيليكون اللي هي مادة ما منفع إيما من الجسم إلا في تدخل جراحي فعشانك فيه كثير فروقات من ناحية أسعار كمان كان الإشي كيف أنا كيف حكوه يعني كيف بسمع إنه زمان كان الإشي أغلى من اليوم اليوم بما إنه صار فيه تعددات كثيرة بين دكاترة ومن مواد فصار فيه زي ما بيحكوا منافسة على الأسعار اللي خلى السعر ينزل شوي صغيره نسبيا لك كيف كان قبل أكام سنة وشو أبرز التجديدات في هذا المجال غير إنه بطلتوا تستعملوا السيليكون بفترة معينة طرع فيه كثير تجديدات من خيوط لمواد تجميلية اللي هي باظت الثمن اللي غالية كمان على الطبيب وغالية كمان من ناحية ثانية على المتعالج لخيوط كمان ما كانت مبينة قبل أكم سنة فيه مواد تجميلية معينة نحقنها بأماكن اللي هي مخصصة لهذا الإشي اللي ما بنفع نستعملها بمواد ثانية هاي هاي الفروقات اللي اللي إسه موجودة يعني هاي الفروقات الموجودة بين اليوم وبين من قبل قبل لحظاته إحنا عم نحكي كانوا المشاهدين عم بشاهدوا عدة سوار من شغلك بدنا تحكي لنا شو هي العلاجات اللي أنت بتقدمها تقريبا عندي في العيادة إحنا منقدم كل كل علاج يتعلق بالتجميل من من قيمة أصغر إشي لأكبر إشي عدا عن ذلك إحنا منعمل زراعة شعر بلازمال الشعر اللي بعانه من تصاقط شعر منستعمل منستخدم مواد الفيلر البوتوكس الخيوط منعمل علاجات للوجه نفسه علاجات حب الشباب أو علامات ما بعد حب الشباب علاجات تصبغات الوجه منعمل شد للوجه شد طرهولات من نصك من واحد الألوان تبع الوجه وكثير علاجات منها كمان ليزر موجود في العيادة ليزر لإزالة الشعر ليزر لإزالة الوشم مواد تنحيف مقابر تنحيف كثير أشياء اللي ما رح مغضر أذكرها تمام أنت حكيت بوتوكس وفيلر وكثير ناس بتسمع ناس عملوا بوتوكس وناس عملوا فيلر بس ما بعرفوا شو الفرق بينهم صحيح حكي لنا شو الفرق الصحيح مش من زمان نزلت كمان فيديو شرح عن الموضوع الفرق بين البوتوكس وفيلر كثير مرات بيوصلني رسائل أنه مرحبا دكتور بدي أعمل البوتوكس لشفايفي أنا ما أبلوم ولا أي بنت ومش من المفروض من البنت أنها تعرف شو الفرق بين البوتوكس وبين الفيلر بما أنها بعيدة عن هذا المجال البوتوكس هي مادة محقونة هي بوتولينيوم تكسين مادة محقونة في العضلات المتحركة مثل صباح بين الحواجب أو حوالى العيون هذول أكثر ثلاث مناطق مستعمل فيهن البوتوكس بينما في مناطق ثانية ممكن نستعمل فيها وظيفة البوتوكس هو شل العضلة ولأن المتعالج ما تقدر تتحكم بعضلاتها وهذا الأشي بنتج عنه عدم وجود تشككات أو منقولها تجعيد بينما الفيلر هو مادة اللي إحنا بنستعملها لحاكم مناطق معينة اللي خسرت فيها المتعالج خلال السنوات زي ما بيحكوا حجم الجلد أو عندها ترهلات أو كل ما نحكي عن التجعيد الغميئة الموجودة في الجسم وزيادة حجم طبعاً أنت حكيت عن عدة علاجات وتكون فيها كيف ممكن الشخص صبي أو شاب لما يجي يروحوا عند دكتور معين يعرفوا أنه هذا الدكتور أو هاي المركز اللي بدهم يكونوا في بهاي علاجات مرخص من قبل وزارة الصحة أولاً لازم أي حدا بدخل على عيادة معينة يتأكد أنه الشخص اللي عقباله أو الشخص اللي هو مختاره هو دكتور أصلاً أنه هو مخلص طب بشري أو طب سنان مش مشكلة إيش المهم يكون معه شهادة طب مصادق عليها من وزارة الصحة ويكون عنده في رقم زي ما بحكوا رقم مرخص من قبل وزارة الصحة وأنا بظن أنه أي دكتور مرخص مع هاي الشهادات فش عنده ولا أي مشكلة أن يكون معلق الشهادة في جنب بحيط من العيادة على أساس اللي بشوف يفوت ما في داعي يسأل وأنا كمان بوجه رسالة لأي حدا بفوت ما يستحوها ضحاقهم أنه يسألوا مثلاً بدنا نشوف بدنا إثبتات أنك أنا أنا سمعت كثير ما شفت سمعت كثير مكريم اللي صار فيها هيك أشياء فعشان هيك فش فيها ولا أي مشكلة اللي بيصل على العيادة يسأل ويتأكد ويشوف أنه معه شهادة ومعه رقم مزاولة إلى الرخصة تبعة الطب وعلى عن ذلك كل علاجات التجميل اللي هو بيكون فيها بالعيادة كل علاج له ترخيص معين وإله شهادة معين من مركز مخصص ومن دكتور اللي هو مخصص لإعطاء هاي الكرسة أنت حكيت أنه كل متعالج لازم يطلب أنه يشوف شهادة الطب سواء طب بشري أو طب سنان بس كمان بالفترة الأخيرة وفي ظاهرة متكررة أنه منشوف بعدة مراكز تجميلية هاي العلاجات بدون ما يكون فيه شهادة الطب شراكبة لهاي الظاهرة الصحيح أنا أنا شخصياً ما شفت ما واجهت ولا بالحياة بس أنه بسمع بسمع أنه صار فيه مثلاً عقاب معين لأكس معين من البشر ليش لأنه كان يعمل حاكم مواد اللي هو ممنوع منع باتاً من حاكمها أنه صار فيه عنده زي ما تحكي عقاب اللي هو قضائي أو عقاب ثاني أو ما بعرف إيش أنا ما رح أقولك لا مع ولا ضد بس أنه فيه ناس معينة اللي اتعلمت سنوات عديدة وعملت كرسات وتعبت على أساس ولا سمح الله إذا صار أي مضاعفات مع هذ الشخص اللي مش مؤهل يعمل هاي الأشياء رح يضطر أنه يأخذ المتعالج لطبيب ويبين كل إشي وينضح كل إشي فعشانيك أنا بنصح أي حدا أو أي بني آدم حابب أنه يروح يعمل علاج من حقه كمان مرة من حقه مش إجباري أما من حقه يطلب يشوف الترخيص الموجودة في المركز الطبي في ناس لما يعملوا أي علاج معين بتصير عندهم مضاعفات ومرد تشوهات حتى إيش سبب هاي التشوهات بيكون أنا بالنسبة إلي المضاعفات اللي بتصير أو زي بنحكي الكومبليكيشنز بتصير عند فئتين من الناس الفئة الأولى هي عند الطبيب نفسه ما بيكون عنده الخبرة الكافية في الحكم ممكن إحنا بنحكي على عمق الحكم نفسه ممكن على المادة المستخدمة ممكن على المنطقة اللي إحنا مستخدمين فيها هاي المادة ممكن ما تكون ملائمة هذا الإشي بنتج بيعمل مضاعفات أو كومبليكيشنز الإشي الثاني إنه يكون زي ما نحكي في حساسية أو رقشوت عند المتعالج نفسه من المادة هاي هو ما بيكون يعرف فبس بعد العلاج إحنا ما بعد ما نحكي أو نعمل أي علاج نفس اليوم أغلب الظند نفس اليوم إنه يبين المضاعفات عند المتعالج علاجات التجميل مرات بيكون في إلها يعني سبب ومرات بدون سبب الناس بتحب تعمل هاي العلاجات ففي ناس بتقول إن هاي العلاجات غير لازمة ومش مهمة لين ناس بتعملها لش بتحب تجاوب هاي الناس في مقولة بتحكي إنه كل شيء بزيد عن حده بنقص فالمتعالجين في فئة من المتعالجين فئة لا يستهم بها من السكان اللي بيعملوا علاجات تجميلية وما في إلها ولا أي داعي في كثير 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 ناس اللي بيجوا بيعملوا علاجات تجميلية ما فيها ولا أي حاجة أنا طبعا قبل ما أعمل أي علاج بتيجي عندي الصبية أو الشاب لزي ما يحكوا جلسة استشارية بهاي الجلسة أنا بحكي للصبية أو للشاب الأشياء اللي أنا شايفها الأشياء اللي أنا ممكن أمليس إنه يعملها بينما في ناس اللي هي كثير كثير بيتظلها مصممة على حكيها وما بدها تغير فهونا أنت بدك تروح حسب طلب المتعالج ومجبورين نعمل بهاي الفترة خصوصا مع التخبطات اللي موجودة بالطقس في كثير ناس بيعانوا من تساقط وتلف الشعر صحيح شو بقدروا يساوي عشان يعالجوا هذا الإشياء؟ أولا صحيح إسا بالفترة فترة ما بين الصيف والشتاء وما بين الشتاء والصيف والتبدل الطقس أو الدرجات الحرارة درجات الحرارة في بصير عنا إشي يسمو الناس بتصير تعاني من تساقط شعر عادة عن الوراثة وعادة عن الأكل وعادة عن الاضطرابات النفسية وعادة عن التدخين وكل هاي الأمور إحنا العلاجات الموجودة عنا لتساقط الشعر علاج ما يسمى بالبلازما الـ PRP العلاج هو عبارة عن زي فحز الدم نأخذ إحنا مبوبات ثنتين من المتعالج هاي الأنابيب تنحط في مكينة خاصة تسمى بالتسنتروفوغا وظيفة التسنتروفوغا هي فصل ما بين الدم وما بين البلازما إحنا نسحب البلازما مرة أخرى من الأنابيب وبتم حاكمها بفروة الرأس هذا العلاج من المفضل أنه يعاد عليه بين أربعة لست مرات بين كل مرة شهر 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 فهذا الأشي بعطي الشعر أول إشي بمنع التساقط منعا بادتا أنا بقدر أمضي على إنه بمنع التساقط ومن ناحية ثانية بنتي الشعر أكثر حيوية وبتحس هذا الأشي على الشعر نفسه من ناحية لمعة ومن ناحية ملمس وكل هاي الأمور أنت بتحكي إنه إحدى العلاجات إنك تحكم الناس بهاي البلازما اللي بكموها من الدم صحيح بس في ناس بتخاف من الإبر ومن الحقن إيش ممكن تعمل عشان تتدارك هذا الموقف؟ ناس ثانية اللي بتخاف من الإبر بطل عندنا إمكانيات كثيرة المفضل إنه كل المتعالج بيعاني من تساقط الشعر من المفضل إنه يصل عندي على العيادة مع في حصات دم عد كنيت وهي الأمور حسبها إحنا بنمشي اللي بظل مصمم على إنه ما يعمل البلازما وبخاف من الإبر زي ما تفضلتي بنقدر إحنا نستعمل مواد معينة مرشاط معينة حبوب معينة من كان فيتامينات من كان كل هاي الأمور أنواع شامبو معينة اللي هي خالية من الأملاح ودرجة البي اتش فيها لا تعدل خمسة ونقدر نمليتس إحنا على كم إشي اللي هو من ناحية أكل ومن ناحية اضطرابات نفسية إنه المتعالج يكون أكثر هادي وينسى الأشياء اللي صارت معه بينما العامل الوراثي بس يكون لاعب دور فهونا ولا واحد بقدر يمنع الإشي ممكن إحنا نأجل فترة القرع أما ما منقدر نسيطر عليها يعني ممكن نبعد الإشي أما ما منقدر نسيطر عليه بشكل تام خلينا كمان نحكي عن إزالة الأوشام أنت كمان بتزيل الأوشام عن طريق الليزر صحيح خلينا نعرف كيف أنت بأي يعني غير إنه طريقة الليزر بالضبط كيف بيكون الشغل وكذا بأخذ وقت هال بالنسبة يعني بحاجة إنه تعرف من وشن لو وشم صحيح أم إنه من السنين الإشي بتعلق طبعا بتعلق في حجم الوشم وفي لون الوشم وبأي منطقة اللي موشوم فيه الوشم فعادة خلينا نحكي عن وشم اللي هو يتراوح بين وشم طبيعي اللي هو يتراوح بين وشم طبيعي اللي هو يتراوح بين 15 ل 25 سنطة بالحجم بأخذ تقريبا من 10 ل 12 لقاء مرات أكثر أغلب المرات أكثر بس إنه هاي الفترات اللي بتم فيها إزالة الوشم الإشي بتم عن طريق زي ما حكينا علاجات كل علاج لا يتعدل 10 دقائق عنده في العيادة كل مرة أنت بتخلصي العلاج بتحسي إنه بتشوفي طبعا الإشي على المحل يعني بتشوفي إنه الإشي بلش يأثر بشكل إيجابي طبعا على الوشم وإنه بلش يمح أول بوه اللون بلش يخاف وكذا بيكون وقت بين كل جلسة وجلسة؟ بين كل جلسة وجلسة حسب في أغلب الظن يعني أغلب المرات بيكون ما بين شهر لشهر ونص في حالات معينة بين عشرة لثلاثين يوم حسب كم مرة حسب نوع الوشم لأنه في أوشام إحنا منستعمل منقسمها على ثلاث مراحل الوشم الكبير منقسمها على ثلاث مراحل فهيك بيكون بين المفقاش والثاني وقتها قل أنت حكيت ببداية اللقاء عن الأسعار وأنها بلشت تتخفى من قبل لأسا متعارف أنها كثير باهضة الثمن علاجات التجميل هل هي فعلا باهضة أم أن الأسعار عادية؟ طلع أنا بالنسبة لإلي مع أنه يمكن مش أنا الإنسان اللي لازم يجاوب عن هيك سؤال لأنه الناس اللي بتيجي وبتدفع هي المفروض تنسأل وتجاوب أنا بالنسبة لإلي الأسعار مش رخيصة ومش غالية أسعار معقولة يعني إذا بدنا نحكي أنه نسبيا لإيش عم تعمل المواد اللي عم نستعملها بالنسبة لكيف بيكون البني آدم وكيف بيصير الأسعار معقولة جدا في محلات اللي هي خلينا نحكي بمراكز البلاد أكثر بعيادات اللي هي معروفة أكثر أو الكوتيرت طبعة الدكتور نفسه يكون مثلا بلاستيكاي أو إلا يكون زي ما نحكي دكتور جلدي هاي أشياء اللي بالنسبة لإليهم زي ما نحكي إعلام للدكتور نفسه فبطلبوا مصاري زي ما نحكي بطلبوا مصاري أغلى وهذا الإشي موجود في مركز البلاد عندنا هون الأسعار يعني خلينا نحكي زي متناسكة بين كل الدكتورة تعوني الشمال في بعض الصفحات بيتم الترويج فيها لمستحضرات تجميلية سواء للبشرة أو للتنحيف كيف ممكن نعرف إنها هاي المنتجات مرخصة وبتحويش أي مادة سامة ممكن نظرنا أول إشي بدنا نعرف من أي مركز إحنا رحين نشتري المستحضرات هاي ثاني إشي بتوقع إنه أغلب الناس اللي بروحوا على هيك إشي أكيد فيش عندهم مشكلة بالقراءة فبغضر ويفتلوا المنتج نفسه ويقروا إنه مصادق عليه من وزارة الصحة وكمان مرة فيش فيها إشي إذا بطلبوا من صاحب المحل اللي فرجينا صور قبل وبعد بنفع يشوفوا يسألوا حدا ثاني إذا عندك صفحة إذا عندك نتائج قبل وبعد إذا عندك حدا يشترى له لهذا المنتج ممكن أحكي معه كل هاي الأمور بنفع إحنا نعملها وما فيها ولا أي مستحى وما فيها ولا أي مشكلة أنا من ناحيتي يعني نصيحة حابب تقدمها لمتابعي قناة هلا نصيحة حابب أقدمها أوكي أول إشي حبوا نفسكم الخلقة اللي نطلنا إياها الله خلقة حلوة ممكن إحنا نستكفي فيها ما تستعجلوا على علاجات التجميل بما إنه كمان أنا دكتور بس بقولك إنه ما تستعجلوا على علاجات التجميل إلها وقتها وإلها العمر اللي راح تصلوله هذا هو شكرا كثير لإلكم الدكتور محمد صنع الله من دير الأسد شكرا لك على هذه المعلومات نتمنى لك دائما النجاح والتوفيق شكرا كثير طلعين لفاصل وراجعين خليكم معنا موسيقى 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 موسيقى